اثارت مشاركة رئيس المجلس العلمي لمدينة سديقاسم بموسم سديقاسم بوعسرية سخط المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي حيث ان عبداللطيف الميموني رئيس المجلس المذكور وخلال جلوسه بالصفوف الاولى للمنصة اخذ يتابع عروض الشيخات التي كنا يرقصنا على بعد ثلاث امطار منه دون اعتبار لمنصبه الديني ما اثار حنق المواطنين الذين وصفوا تصرفه باللا مسؤول والمدنس لمنصب حساس يمثل من خلاله امير المؤمنين وحامي الملة والدين وفي هذا الصدد طالب نشطاء بمحاسبة رئيس المجلس العلمي ومتابعته في حين تسأل اخرون كيف لرئيس المجلس العلمي ان يقبل على نفسه كل هذه الاهانة والموقف المخزي الذي لا يتوافق البتة مع منصب ديني كبير ليعقب اخرون ودون تعميم فهناك من يتقلد مناصب دينية لديه قابلية فعل اي شيء ليحافظ على كرسيه ومنصبه فقط